بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلبة وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروسنا في مادة على النفس النمو كنا قد وصلنا وإياكم أبناء الطلبة في درسنا السابق إلى الحديث عن العوامل الثاني من العوامل المؤثرة على النمو وهو العوامل البيئية وقد وصلنا إلى تعريف البيئة بأنها العوامل التي تؤثر على الكائن البشري منذ تحوينه في الرحم وقلنا بأن البيئة يمكن أن تنقسم إلى بيئات جزئية منها الماتية والجغرافية والاجتماعية والثقافية والدينية وقد وصلنا في الحديث عن العوامل البيئية وهذا ما سوف نتحدث عنه في هذا الدرس إلى المؤثرات البيئية على النمو الجسمي والصحي للفرد أهم هذه المؤثرات أهم هذه المؤثرات البيئية أبنائي الانفعالات بكل أنواعه هو أصل المواد التي يحتاجها الجسم حتى ينمو ويستمر بقاء الكائن حياً فالغذاء هو الذي يتزوج الجسم بالطاقة التي تمكنه من الحركة والسلوك الحسي والفيزيولوجي والعقلي كما أن الغذاء يساعد على تجدد الخلايا وتكاثرها وهذا يؤدي بدوره إلى نمو الجسم وأجهزته المختلفة التي تعتمد على العناصر العذائية وكذلك النمو الوظيفي كالسمع والبصر والكلام والتفكير كلها مصدرها الأعضاء التي لا تنمو ولا تؤثي وظائفها إلا بالغذاء فبدون الغذاء لا نمو ولا حياة بالإضافة إلى ذلك أبنائي لأنه تختلف بمتطلظبار الجسم من العناصر الغذائية أي أن الجسم يحتاج إلى عناصر غذائية متعددة فمثلا الطاقة مصدرها الكربوهيدرال هذه تتوفر في مواد الغذائية أكثر من غيرها من أهم المواد الغذائية التي توفر فيها الكربوهيدرال التي تمدنا في الطاقة هي النشويات والسكريات والدهنيات بينما يحتاج تجدد الخلايا ونمو أنسجة الجسم إلى المواد البروتينية وهذه المواد البروتينية تتركز بشكل خاص في اللحوم والبقوليات كما أن الجسم يحتاج إلى المركبات الكيميائية والأملاح ومعادل وفيتامينات وهذه أيضاً موجودة بشكل خاص في الفواكه والمواد الخطراء غنية لها أيضاً إلا أن جميع المواد الغذائية تحتوي على قليل أو كثير مما يحتاجه الجسم حتى ينوم والغذاء الصحي المتكامل وذلك الغذاء المتنوع الذي يشمل حاجات الجسم المختلفة إلا أن أمراض سوء التغذية تؤثر أبنائي سلباً على النمو سواء كان ذلك بتأخره أو انحرافه عن المسار الطبيعي أو حتى ضع مقاومة الجسم لأمراض أخرى وهي ناتج أساساً إما عن نقص الغذاء أو عدم توازنه على أن الإفراض في الغذاء له مدتائج سلبية لا تقل عن نقصه ومن أهم الأمراض التي يمكن أن تنتج عن الإفراض في الغذاء هي أمراض التخمة السكري السمنة وبعض أمراض القلب هذا فيما يتعلق بالغذاء أما المؤثر البيئي الثاني فهو الأمراض الأمراض أبنائي تؤثر بشكل عام في عقلة مسيرة النمو وانحرافها وخاصة الأمراض المزمنة والتي يمكن أن تعتبر عاهات مستديمة حيث تؤدي إلى ضعف ونشاط ضعف نشاط وحيوات الجسم ويمكن أن تؤدي إلى الموث المبكر وقد تصيب الأمراض الأم الحامل سيؤثر ذلك على الجنين من أهم الأمراض التي يمكن أن تصيب الأم الحامل وتؤثر على جنينها هي أمراض الدرن والزملي والحسبة الألمانية المؤثر البيئي الثالث أبنائي الذي يؤثر على النمو الجسمي والصحي للفرد هو الحوادث الحوادث طبعا بأنواعها وعلى اختلاف أشكالها فقد تنزهشون من معدل الإحصائيات التي تؤثر إصابات الناتجة عن الحوادث المختلفة سواء كان تاري الحوادث بين الأطفال أو الراشدين من أمثلت هذه الحوادث الحريق الصقوط التسمم الاختناء الغرق كلها أنواع من الحوادث أدت إلى وفاة الكثير من الأطفال والكبار على حد سواء بالإضافة إلى حوادث المرور التي تأخذ كل ساعة من الأرواح والأموال والإصابات المسببة لعاهات مستديمة تعيق حياة ونمو الأفراد فهنا صورة بيد طفل فقد بعض أصابع يده من نتيجة إصابة بأدات الحادة أو شيء ما هنا طفل قد يصاب بتسمم نتيجة عبثه بتناوله لبعض الأدوية أما هنا طفل أصيب بحروق طفيفة المؤثر البيئي التالي الذي سننتقل إليه هو التلوث طبعا أيضا التلوث يمكن أن يؤثر على المرور بكافة أشكال والأسعار صحة بشكل عام التلوث يمكن أن يصيب الماء الهواء والغذاء سواء كان بالإشعاع أو بمواد دخيلة تؤدي إلى تسممات وأمراض قد يجهل الطب مصدرها وذلك لجهله بالمادة المسببة لمرض أو التسمم مثل ذلك الكيمويات التي ترش بها الخضروات والفواكذ أو ما يسمى بالأغذية المهجنة كل ذلك قد يكون سبب لكثير من التشوهات التي يولد الطفل للأسف مزوداً بها أو أيضاً بعض الأمراض المستعصية كالسلطانات مما يعاقل النمو ويحيب به عن مساره الطبيعي فالأغذية المهجنة أبنائي كما قلنا بأنها قد تسبب الكثير من التشوهات للأطفال التي تشوهات التي يولد هنا مزودين بها هذا الأمر يتطلب من المجتمع بأسره تشديد الرقابة على أنواع الأغذية سواء كانت مستوردة أو منتجة محلياً لكي لا تصبح مصدراً هداماً لصحة المجتمع أو لصحة أفراد المجتمع بدلاً من أن تكون مصدر نموهم وحياتهم وهذه صورة طريحية لتأثير التلوث على صحة الإنسان حامساً فمثلاً التلوث الهواء يؤثر على الجينات عندما يؤثر على الجينات يؤثر إلى تلف الأعصاب هذا يؤثر إلى صداع وإجهاد تلوث المياه أمراض تنفسية أمراض قلب إلى آخرين أما المؤثر البيئي التالي فهو أعمار الوالدين كيف يؤثر أعمار الوالدين على النمو؟ يعتبر أبنائي العمر المناسب للولادة بين العشرين والخامسة والثلاثين لماذا؟ ذلك لأن جسم الأمر في هذه الفترة يكون قادراً على تزويد الجنين بإمكانيات جيدة من الحياة ملءها الحيوية والمشاط والقوة الجسدية وكذلك قرص أفضل لطول العمر والتمتع والصحة النفسية لماذا؟ نستمتع هنا بالصحة النفسية ذلك لأن الأبوين في هذه المرحلة العمرية يكونان قادران على إعطاء الوقت والجهد الكافي لتدبيت وتنشئة ورعاية أطفالهم خاصة خلال مراحل العمر الأولى أكثر من أولئك الذين تجاوزوا هذه السن أو لا زالوا يافعين ومراهرقين قبل العشرينات من العمر فبجانب الصحة والسلامة والقوة الجسدية التي يتمتع بها الشباب والراشدون قبل الأربعينات حيث تتوفر في هذا العمر مقومات النوج الاجتماعي وكذلك صبر ومثابرة وتحمل نسئولية وغيرها من الصفات الإنفعالية والمزاجية الضرورية لتحمل وزر تنبيت وتنشئة الأطفال هذه الصفات لا تتوفر في المرحلة العمرية قبل العشرينات وتضعف بعد سن الأربعينة لذا بالرغم من ذلك يا ابنائي لا ينبغي تبقى لذلك اتصال الإنجاب على هذه المرحلة العمرية لماذا؟ لأن هناك بعض النساء التي ينجدون أطفال أصحى وأسوية وهنا في أواخر سن الأربعينات إلا أن الكثير ما تشير الدراسات إلى أن بعض حالات الضعف العقلي راجعة إلى الحمل في سن متقدمة أي ما بعد الأربعينات أي أن الإنجاب بعد سن الأربعينات تكون هناك نسبة كبيرة من الأطفال يكونون مصابين بحالات الضعف العقلي ولكنها ليست قاعدة عامة فهناك الكثير من نساء الجنة أطفال أسوياء كما قد ذكرنا المغثل البيئي الثالي هو الأنفعالات وكيف يمكن أن يؤثر على النهو الجسمي والصحي للفاعل من أهم هذه الأنفعالات الماء الخوف، الغضب، التوتر العصبي وخاصة إذا كانت هذه الانفعالات الشديدة فكثيراً ما تؤتي إلى ابترابات فيزيولوجية وبالتالي خلخلة في إفرازات الغدد الصماء والقنوية هذا الأمر يمكن أن يلحق أضراراً بالها بهم الجنة العامل البيئي أو مؤثر البيئي الأخير هو الولادة المبكرة ما أسبب الولادة المبكرة أو السابقة لأوانها؟ إن الولادة المبكرة قد تنتج عن انفعالات حادة أو أمراض أو نقص تغذية أو ظروف غير طبيعية أخرى تؤدي إلى ولاد الجنين قبل استكمال نموه هذا الأمر يمكن أن يعرض الجنين إلى عدم القدرة على التكيف مع البيئة الخارجية ويجعله أيضاً عرضة للإصابة بالأمراض وفي الكثير من الأحيان يمكن أن يؤدي الأمر به إلى الموت وخاصة في غياب الخدمات الطبية الملائمة هذه هي الهم العوامل أو المؤثرات البيئية التي يمكن أن تؤثر على النمو الصحي والجسمي للفضل وبها ننهي أبناء درسنا لهذا اليوم أتمنى لكم كل الفائدة وإلى اللقاء إن شاء الله في درس قادم اشتركوا في القناة